ممكن تقريبا كده عدل سبع او ثمان سنين او ثمان سنين ممكن. صح? يلا احنا عمتا بدأنا. سبع ثمان سنين من يا جادا انت بكلم في خمستاشر سنة. لا لا يا راجل لا 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 خمستاشر سنة. طيب احنا بدأنا بثة اهو. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله صلى الله وسلم وبعده في لقاء مع اخونا الحبيب معه التوفيق اخونا الحبيب اه اخونا عمر بن الاسلام مجد بن الملك سابقا اخونا الحبيب احمد الشامي اخونا اياد في موضوع ميلاد الرب. لماذا المسلمين عندهم مشكلة في التهنئة او في الاحتفال بميلاد الرب? والنقطة الاهم اللي انا ماشي فيها. هل التجسد نقيصة? اللي عملت بسببها السلسلة دي. دي تقريبا الحلقة الستة في الموضوع يا اخونا معوض على فكرة. ليه عملنا الحركة دي? اه بتلاقي دوما ابن زكريا بطرس وطبعا كلامنا على المتطاولين لما المحترم له مننا الاحترام. بالله المتطول منهم على الاسلام يجي يقول لك يا مسلمين هو انتو هو الرب عندكم ما يقدرش يتجسد هو التجسد ما يقدرش عن الرب هو وليه? ويقول لك كده ليه الرب ما يتجسدش? فقلنا الرب لا يتجسد للنقيصة. طب فين الدليل? لابد من الكلام بدليل وكل كلمة يبقى عليها دليل. صح يا اخونا معوض? صح يا اخوة يا كارب. ايه. اسأل الله اللي يبارك فيكم. فضل يا اخونا معوض ليه التجسد? انت شايف التجسد نقص ولا كمال يا اخونا معوض? بص حبيبنا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله وبعد. التجسد نقيصة. والله عز وجل لا يوصف بالنقائص. الله عز وجل منزه عن النقائص. الله عز وجل يوصف بالكمال والكمال المطلق. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. بلغت الغاية والمنتهى في في الكمال والجلال والعظم والبهاء. فالله لا يوصف بالضعف. ولا يوصف بالنقائص. ما ينفعش تقول لي لان ضعف الله اقوى من الناس وجهالة الله احكم من الناس. كده انت بتنسب الهك بتنسب الهك بالنقائص. كذلك التجسد. لو قلنا التجسد كان كمالا. لو التجسد كمال. طيب هل الاله بقي مدة الست الاف سنة او السبعة الاف سنة اللي هي قبل زمن يسوع بدون كمال. كان ناقص. ولو قلنا ان هي نقص. ده طارق على الاله سبحانه وبحمده. صحيح. فاما ان هو يا تمال يا نقص. صحيح. هل الاله لو هو تمال. كان الاله قبل زمن التجسد من الفين سنة كان الاله نقص? طيب وبعد. فالتجسد نقص. التجسد نقيصة. لا يوصف الرب تبارك وتعالى به. اللا محدود يستحيل ان يكون محدودا. النصوص الكتابية عند الناس دي هي اللي بتشهد بالذلك مش احنا. لاني الله لا انسان. ليس الله انسانا. لا تدوم روحي الى الابد. حيا الله شكرا بالمهيب. حبيبنا. عرفت حبيبنا محمد نصيف? نعم. فالتجسد نقيصة الاله منزه عنها. ده غير ان احنا لو سلمنا جدلا. طيب وبعدين وبعد ما تجسد راح فين الاله دخل في رحم العذراء. والرحم ده محدود. وبعدين خرج من فرج امرأة. وكان بيتغز على اجلك الله. وكل دي نقاص. فلازم القول بتاعهم هيدمر الدنيا. فضل حبيبنا. لازم القول الاساءة لرب العالمين. لانه جعل كان في واحد بيقول اقلع بلبوس. عايز تعرف ازاي التجسد نقيصة. اقلع بلبوس وقف الدم راية. ده انت كده بتقول هو ده الرب. انت خليته انساء. اخونا عمر ابن الاسلام وهو معايا يا اخويا عمر. معاك اتفضل اساس محمد. وهو كان نصرانيا سابقا واسلم لرب العالمين. وكان من فريق اللاهوت الدفاعي. السؤال لك يا اخونا عمر هل التجسد نقيصة ام لا? وما الدليل? بالفضل. والله اه بالنسبة للتجسد وكده يا استاذ محمد سوانا يفتح باكم الكاميرا بركة الله فيكم. يفتح وريني الامر. بالنسبة الله يحفظك يا رب. بالنسبة للتجسد والله يعني اه لا التجسد هو بالفعل صفة نقص. انا شايف ان حياة الالهة المسيحية حالات حياة ياسوع منذ ولادته يعني منذ التجسد حتى موتهو هي جميعها صفات نقص. يعني لو خدناها من اول للتجسد من اول ما انه هو احتاج للتجسد. بركة الله يعني في الشيخ معوض وكده يعني اه اه قال يعني ووفع في النقطة دي. لكن هو الاله هنا هو احتاج للتجسد. هو احتاج للتجسد. علشان ان هو يغفر خطية معينة. او ان هو ينفذ مهمة معينة. فالاحتياج في حد زيته لأي شيء هو نقص في حق الله عز وجل. هو احتاج للتجسد. الفكرة مش ان هو حتى تجسد. الاله هنا يحتاج للتجسد عشان انه هو يقدي. المهمة دي. منذ منذ اولاده حتى موته. الاله برضو اثناء القيامة نفسها لأعظم حدث بيؤمن به المسيحي. هي نفسها القيامة ايضا برضو نقص في حق الله عز وجل. لان الرب يحتاج الى القيامة ليقام او يقيم نفسه من الموت. يعني الرب هنا احتاج للموت. علشان يقدر او او ينفع نحن نقول فيه قيامة. عشان يكون فيه قيامة لازم كان فيه موت. فالرب احتاج الى الموت. علشان ان هو برضو يقيم نفسه. او الاب يقيمه يعني حسب الفكر يعني المتضرب عندهم. او حسب كل مسيحي بيعتقد في النقطة دية. سواء ان كان ان هو يقنون من ابن اقام نفسه او الاب هو اللي اقام. فالتجسد باكمله طبعا نقص وكده. كنا راجحنا يا سيلة في الحلقة اللي فاتبه كده يعني اه لكن التكرار يعني يعلم الشطار. يعني اهل الاله منذ تجسده حتى موته. اثناء حياته على الارض الحد ما تصلب على الصليب. حتى هو كان مصطوب كده على الصليب. وكان فيه اي حد جي سأل اي واحد مسيحي معنا دلوقتي بيؤمن بان هذا الشخص ان هو اله من رب. وكان قاله ان هو ده الله. هل كان هيعبده? هل كان هيسجد له? من وهو لسه طفل حتى الصلبة حتى موته. يستحيل ان هو كان يعبده او كان هو. هيقول لها انه حتى ان هو اله يعني ده العقل للطبيعية ولا يقول كده. فالتجسد في حد زاده كله اسم محمد هو رقصه. وانسأل الله لهم الهداء يعني الاله يحتاج للتجسد علشان ان هو يخفر او ان هو يعدي مهمة معينة. باركة الله فيك. انا قلت كلمة لان انت ومعوض انتو اللي اتنين كررتوا كلمة لا يحتاج ويحتاج وما اله ده. انا قلت كلمة مش عارفت وافقوني فيها ولا لا. قلت كده عاجزة اله زكريا بطرس عن ان يغفر للبشرية الا ان يتجسد ويخرج من فرج امرأة ويخرج طفلة رضيع ثم دي عملية التكبيس يا جماعة اللي في كده يعني كبسوا على عسن يفتكروا معوض بيه هصلوا على ما الناس مش فاهمة لسه بتوع الفيسبوك مش فاهمين الحركة دي ايه بيعزم علينا معوض بيعزم علينا شغال الحاضر يعني بس بس تلاحظة لحظة لحظة بس هنا بقى المفروض نقول زهر 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 زهر. حبيبي في الرب. لا اقفل عندنا الكاميرا انا كده كده اطالع كاميرا مع الناس هنا على الشمال. الله يبارك لك وفض عليك. اصغر الايكونة بتاعتك. لو تعرف تكبر لنا الايكونات بحس باخوة تطلع تبقى اكبر من كده شوية يبقى احسن. طيب. اه 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 فيا اخوة كده قلت كده عجز الرب عندهم. عجز اله زكريا بطرس او اله المتطاولين على الاسلام. لان زي ما قلت لكم انا مخصص لقاللات الادب فقط. اما المحترمين فلاهم الاحترام. عجز ان يغفر للبشرية الا ان يتجسد ويخرج طفل رضيع يتبول ويتبرز كما الاطفال حتى يقدر ان يغفر للناس. ايه رأيكم في المقولة دي؟ العجز الصفة لازمة لاله الكتاب المقدس. وهو عجز ان يحمي كتابه. وعجز ان يحمي انبياءه. وعجز ان يحمي ابنه. مش هيعجز ان هو يتجسد? طيب اخونا حبيبنا الحبيب احمد الشابي. السلام عليكم. حياكم الله يا اخونا الحبيب. استاذ محمد نصيف والاخر جميعا. الله يحفظك وبارك فيك ويرضى عليك يا رب. والسؤال. هل التجسد نقيصة? تجسد الله عز وجل. نقيصة نعم ام لا? وما الدليل. فضل. هو ده مبني على الاجابة على سؤال ما هو التجسد? هل يقصد بالتجسد? هو مجرد الالتصاق والمصاحبة والحلول. هل عقيدة نسطور? انا بقول اغلب المسيحيين هم نساطرة في باب التجسد. المسيحي بيبقى متخيل انه هما لما بيقولوله الرب تجسد انه هو زي لما تجيب لقمة كده تكلها تبقى اذ بطنك. انه هو قاعد داخل الجسد. التجسد مش هو انه لازق فيه كما الثوب يلتصق بالجسد. ولا حلو كحلول اللقمة في الجوف فقط. التجسد ان الجسد جسده. الجسم بقى بتاعه. الالهة بوجه. مش انت عندك جسم. ربنا بقى عنده جسم زي لانت عندك جسم بالزبط. مفيش اي فرق. احنا كائنات زوات اجساد. الله كائن له جسد. وإلا لو كان اللي حصل مجرد حلول. ليه اللي بيقع على الجسد بينسب اليه. يعني مثلا النص بيقول لانهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. مع ان الذي يصلب هو الجسد. نسب الصلب لرب المجد لان الجسم جسمه. الحلة الوحيدة اللي لما اللي يحصل فيها على الجسم يقع عليك ينسب اليك انت لما يكون الجسم جسمك. يعني تخيل معايا ان ابن الجران جسم ابن الجران روح ابن الجران فارقت جسد ابن الجران. ينسب الموت اليك بتاع ايه. الحلة الوحيدة اللي ينسب لك فيها أن يكون الجسد جسدك تخيل معي عربية سيارة خبطت البيت من برا هل يقال أن أنت اللي تخبط لمجرد أن سيارة صدمت البيت من الخارج فما يقع على الهيكل لا ينسب للمهيكل الحالة الوحيدة أن ما يقع على الهيكل ينسب للحال فيه أن يكون بتاعه هو يعني هو صفة من صفاته فالتجسد هو صفة من صفة من صفات الإله عشان كده لما النص قال كنيسة الرب الإله التي اقتناها بدمه نسب الدم المين للإله بالرغم من أن الدم دم الجسم لأن الجسم بتاعه لولى إن ربنا عنده جسم والعياذ بالله ما كانش الدم هينسب له والنص بيقول إيه أنا هو الأول والآخر والحي وكنت ميتا لولى إن الجسم اللي مات جسم ربنا والعياذ بالله ما كانش نسب الموت ليه فأرجوك أنك تفهم لما بيقول الرب تجسد هما ما بيقصدوش الرب قعد جواني اللحم والدم بس هو بيقصد أن ربنا بجسم والعياذ بالله فإزاي حضرتك تسألني وتقول التجسد نقيصة هو لا يليق أن يكون لله صفة بشرية واحدة فكيف يليق أن يكون لله مجمع الصفات ألا وهو الجسد التجسد هو اتصاف الله بأنه صار له رمة والعياذ بالله وتيجي تسألني التجسد نقيصة له تفضل يا حبيب أنا هصدمك أنت قرأة كتاب الأنبى شنودة تأملات في الميلاد أخونا أحمد الشامي والله لم أتشرف بقراءتي تشرف مين أنا هنعرف مع بعض الشرف والأوصاف اللي ذكر فيها الأنبى شنودة أكبر علماء المسيحية العرب عن الرب وتجسد الرب إيه اللي حصل لما تجسد إيه اللي حصل أخونا عمر إحنا ما كناش في عرضنا ما شرحناش شرحناش نقاط الكتاب اللي هو تأملات في الميلاد ما شرحنهاش فإن شاء الله النهاردة اسألت سؤالك حبيبنا للدكتور علاء برضو علاء عشرة طيب دكتور علاء هل الرب يتجسد هل يليق بالله أن يتجسد نعم أم لا وما الدليل دكتور علاء عشرة يا دكتور علاء سلام عليكم عليكم عندي يا عبد جنبي مش هارف أتكلم عليكم السلام ورحمة الله تحياتنا يا دكتور علاء مش واضح أي هبد السوطة كنت العسل اللي ظهر عندنا حبيب أحب الله يبدأ بيكم أقول إيه بس بعد كل ما قيلة وقت قيلة وقت قيلة ما شاء الله عليك يا دكتور أحمد والله دائما تبهرنا باللي أنت بتقول يعني صحيح يعني سبحان الله نظرة جميلة جدا أحسنت والله يا دكتور أحمد أن نسبة العجز نسبة العجز للرب والعيز بالله أنه محتاج أو عايز أو لا تقارن أبدا بمجمع العجائز اللي اجتمعت فيه تشبه الرب بإنسان بكل ما يحتويه هذا التشبه صحيح الرب أبو جسد والله إذا أنت ما شاء الله عليك والله مش عارف الله يعني أحسابك ملهم موفق يعني يا دكتور أحمد الله يبارك لي فيك يا رب الله يبارك فيك والله سامل الصدر إيه بس والله دا حقك ربنا يبارك فيك والإخوة جميعا يعني سبحان الله بس أل سؤال هو الجسد دا مش كان فيه عضو زكري بيعمل به إيه العضو دا سؤال يعني إذا كان بيعمل به بيب بي طيب البيب بي دا ممكن يتعمل من غير عضو زكري عند الكده مش لا يعني هذا العضو صحي يعني يعني أفلا يفقهون أفلا يعقلون العضو دا بيعمل به إيه إيه لازمته طيب تجسد ماشي لماذا لماذا هذه العنصرية الزكورية ليه يعني يكون زكري هل استخدمه يعني يعني إذا كان هو يخرج نجاسات وهل يحتاج أن يخرج نجاسات أصلا دا المفروض اللي ينزل منه دا النحل بينزل عسل المفروض يعني دا إله بقى يطلع منه عصير فراولة مش فإيه لماذا سبحان الله أفلا يعقلون هؤلاء شيء يخبر جزاكم الله خير الله يبارك فيك أخويا معاوض أول دكتور علاء علاء أبو بكر ولا مين يا معاوض لا علاء أبو بكر علاء أبو بكر يجي فيه افتكرت علاء أبو بكر الشيخ لا علاء أبو بكر الله يفقه يا رب العالمين صاحب مؤلفاتنا أمين طيب ابدأ يا أخونا طب اسمحوا لي لحظة اعمل لأن الوالدة الوالدة ما يستناش عليها اتفضل انت يا معاوض في الأمر ده وأنا معاك دي يا واحد أنا هعمل ميوت وانت ما فيش أي إشكالة يا حبيبي يسر الله أمر عرفتوا أخواننا الله يكرمكم الإنسان بطبيعته محتاج محتاج يأكل محتاج يتقوى محتاج يتغزى محتاج يخرج الفضلات والقزورات اللي بتبقى بعد الهضم والكلام ده كله محتاج يهضم الأكل اللي هو بيأكله محتاج يستعمل حواسه اللي هي محدودة والإله لا محدود شفتوا كمية المحدودات اللي موجودة عند الإنسان دي ويقول لك أصل الإله تجسد وخذ شكل بشر وقلنا قبل كده أخواننا إن بحسب مار إفرام السرياني قال إن الإله لما شاف الشيطان تجسد في حية فجات له الفكرة من هنا إنه يتجسد في شخص إنسان ويكفر خطية آدم معاك السلام ورحمة الله وبركاته حقيقة الله حبيبه تمام كده فهي دي العقيدة عقيدة أصلا شيطانية خدها الإله عندهم ويطبقها على نفسه وإيه الإله بقى إيه نزل بقى واحتاج وما أدركها ما احتاج دي عشان يكفر الخطية عقيدة كلها عقيدة كفرية من الأساس وعقيدة كلها مستوحاة من الوثنيات شوفوا كده كام واحد تجسد علشان يفضل البشرية قبل المسيحية هتلاقوا كتير كتير من النوعية دي كريشنا وي 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 وعد بقى ما مش هقولك نزلوا وتجسدوا عشان يكفروا خطية البشرية وهو برضو نفس الفكرة كده فاستوحتها النصرانية من الوثنية وأصلا زي ما قال قبل كده عمينا أبو جودي ربنا يبرك في عمره المسيحية هي ما انتهت إليه الوثنية هالله الشيخ سعيد المسيحية هي ما انتهت إليه الوثنية شوف كل حاجة في الوثنية لما تبلورت واتجهزت واتسطبت وكل تمام وبقت مية مية اتخرجت في قالب المسيحية للناس دلوقتي احنا واخونا احمد الشامي قلتوا ايه وعجبتكم اول كلام احمد الشامي لما قال ان الانسان كده اتخذ جسده بقى هذا جسده كل ما يفعله جسده ستصدمون الان من كلام الان بشنودة على هذا التعريف والتوصيف والشرح اخونا معاوض تفتح الان الكتاب يا حباغة لو الرابط اللي انا مديته لك يعني لو لو النسخة اللي انا مديها لك يكون افضل ايوة برافو عليك بصوا يا اخونا احمد الشامي والاخوة جميعا افتح لي كده صفحة افتح لي صفحة صفحة تمانية تمانية انا طبعا معامل التزليل على الكلام الخطير اللي قالوا اكبر رجل دين مسيحي عربي في الشرق الاوسط اقرأ كده بعد المقدمة على طول ان السيد الرب اذ اخلى ذاته بصوا يا اخونا واخذ شكل العبد لم يقتصر ذلك على حادثة الميلاد فحسب بل شمل ذلك عياته كلها التي لا تدخل تحت حصر ميلاد المسيح المتواضع انه انه لم يخل طبعا ذاته من جوهره ولا من طبيعته ولا من لاهوته الذي لا يفارق ناسوته طرفة عين بل اخلى ذاته من الامجاد المحيطة به ومن عظم ومن ايه عظمة السماء ماشي وسنشرح ذلك بالتفصيل ياريتو ما شرح انزل صفحة تسعة اخلى ذاته في ميلاده مين يا فندب ده الاله يا جماعة ده الاله اللي طلبنا ان احنا نحتفل بيبي ولا طلبنا ان احنا نهني بي نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله من الخذلان ومن الكفران انت عامل ميوت على فكرة معاوض خلي بالي انت عندك مقفول عجيب هو مين يا شباب ايه حبيبي بقولك انا عارف ان انا عامل ميوت انا سابك انت اللي تقرأ طيب بص يا اخوة عجيب هو مين الرب في التضاعي حط صبعك لو تعرفت حط صبعك على الكلمات يا معاوض عشان الناس نوعا ما عندكم في التيك توك شوية من لغوش ايوة عندما اخلى ذاته في ميلاده ده مين ده الرب نزل الى العالم هادئا بدون جددجة ودخله في خفاء لم يشعر به احد لم يحدد من قبل لم يحدد من قبل موعد مجيئه وهكذا ولد في يوم مجهول تعارفين الافتاء در الافتاء يا معاوض عاملني هذا يوم ميلاد عيسا يا عمه حد عارف ميلاد عيسا لا في الاسلام عارفون حد ميلاد عيسا ولا في المسيحية حد عارف ميلاد عيسا اليوم اللي تولد فيه اللي هو سبع يناير او واحد يناير او ديسمبر ده يوم ميلاد اله الشمس سول باعترف جريدت اليوم السبع وغيره نقلا عن مؤرخين اجانب هكذا ولد في يوم مجهول لم تستعد له الارض ولا السماء ولم يستقبله فيه احد يوم ميلاده كان نكرة بالنسبة للعالم ميلاد مين يا فندي ميلاد الرب مع انه من اعظم الايام الذي اذ بدأ فيه عمل الخلاص الذي تم على الصليب انزل لي صفحة ايوة صفحة 11 خلينا نصدم الاخوة ونسمع تعليقاتهم على الجاي السطر اللي فوق على طول اقلى الرب عندهم ذاته ذاته فعاش في التطورات الطبيعية كسائر البشري يبقى الكلام الجاي عن الرب فبيقول ايه قضى فترة الاله الاله قضى فترة كرضيع وطفل ولم يستعي من ضعف الطفولة الاله يا فندي ذا الاله خلق السماء والارض ايوة وهو ذا الخلق عنده بما فيها من احتياج الى معونة اخرين وهو معين الكل المفروض ان الخلق السماء والارض هو معين الكل ده بيقول لك بقى الاله ده كان محتاج لعيانه احتاج الى رعاية امه وهو راع الرعاء الرعاة احتاج الى امرأة من صنع يديه خلق المرأة وبعد كده احتاج اليها ده اخد ذلك من الفكر احتاج الى امرأة من صنع يديه تحمله على يديها وتهتم به وهو المهتم بكل احد وتغذيه وتعطيه ليأكل واشرب من العجيب انه اللي هي صدمة من العجيب انه من العجيب في طفولاتي انه اخلى ذاته في استخدام قوتي فهرب الاله خلق السماء والارض فهرب من امام هيرودوس بينما روح هيرودوس في يده هرب من هيرودوس وهو الذي خلق هيرودوس اخونا احمد الشامي ده خلق هيرودوس وهرب منه خلق هيرودوس وهرب منه وابقاه حتى ذلك عجيب انه هو ارأيكم يا جماعة في الكلام هذا الكلام ده لسه فيه فيه اضعب فيه فيه اصعب من كده بس ارأيكم بالكلام اللي اتقرأ ده هو الكلام في قمة الوضوح معين الكل وراع الرعاة ضعفك الطفل واحتاج لرعاية ام خالق هيرودوس هرب من هيرودوس انا مش عارف احنا محتاجين نتكلم في ايه يعني انا بقول تعالى الله وسبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبير حتة الاتضاع يا جماعة هي صفة جميلة في حق من كبره مظنة ظلم يعني الكبر غلط لانك احتمال تظلم والكبر غلط لانك انت بتتكبر مش بمالك ده مال ربنا ولا بصحتك ده ربنا اللي مدهالك انما الله سبحانه وتعالى هو المتكبر لانه لا يظلم فليس الكبر في حقه ظلما التواضع حاجة بتكف نفسك عن الشر والاله ليست له شر سبحانه وتعالى حتى يكف نفسه عنه فايه وجه الجمال في صفة الاتضاعية دي بس حاجة على جنب حبيبنا لانهما دايما بيركزوا عليها كلام واضح نعم شفت انت قلت ايه لما قلت انه اصبح انسان او اصبح البشر الجسد جسد له فكل ما يفعل ينسب الى الله اهو كلام الان باشمده بالزبط عشان ما يطلعش حد في التعليقات يقول لا ده كلام كنتوا يا مسلمين بتفتروا علينا لا ده كلام اكبر شخصية مسيحية عربية عندهم هاتلي صفحة 11 كده معوض صفحة 11 بس اخر جزئية اللي بالخط خط العريض ايوة اخلق ذاته فا احتمى لضعف البشرية ده مين ده الاله خلق السماة والارض نعوذ بالله من ذلك اخلق ليه بنقول التجسد نقص ليه التجسد نقيصه في حق الله بسبب انه لو تجسد فيحتمى لضعف البشرية وهو المنزه عن كل ضعف واحتمل ضعف البشري المنزه عن كل ضعف وسامح لنفسه ان يجوع ويعتش ويتعب وينام كسائر البشر. عجيب ان يقال ان الرب. ده في كل ده عن الرب? هل ده يليقوا في حق الله? صفحة انزل لي يا معوض صفحة تسعتاشر. ايوة. هتلاقي مظللك عليها بالله صفر. عرفت نسختي افضل ايوة. عجيب ركزوا في الجملة يا جماعة. عجيب اما اياذا بالله الاله الذي ملأ السماوات والارض لم يكن له اين يسند رأسه. انه ده بيقول لك قالك السماوات والارض مش لاقي مخدة يسند عليها رأسه. لا حول ولا اخوة الا بالله العلي العظيم. تفضل تفضلوا يا اخوان. اه. تعالى صفحة اتنين وعشرين بالمرة. نشوف ماذا حصل له. تحت ايوة. بيتكلم عن الاله بيقول ايه. وعاش مضطهدا في حياته. ده مين? ده الاله. لما تجسد بقى انسان كما يعتقد زكريه بقلز وعياله. عاش مضطهدا في حياته. ان السيد الرب عنده لم يخلي ذاته من المجد اللايق ان يحيط بلاهوته بل اخلى ذاته من مجده البشري حتى هو كانسان. فكان محتقر. مخذولا من الناس. رجل اوجاع. محتقر. فلم نعتد به. كل القطعة اللي بعدها عرته. وتقبل كل هذه الاهانات الكثيرة. وهو الذي لا يفارق لاهوته نسوته لحظة واحدة ولا ترفض عيد. القطعة برضو الاخيرة اللي بخطة عريض. كيف ان هذا الذي تاجث امامه كل ركبة مما في السماء ومما على الارض الذي ليست السماء الطاهرة قدامه كيف انه لم يرد وجهه عن خزي البساق. يعني انت خيل بعد ما تجسد يا اخوة. بقى مجهز نفسه نيجي تف على وشه. نسأل الله العافية. نعوذ بالله من ذلك. من خزي البساق. وهكذا ضربوه. ده مين? ده خلق السماء والارض. لما تجسد. لما يقبل حد هذا التجسد تصل به هذه الدرجة لهذا الكلام. لم يرد كذا ضربوه. ولا طموه. ما اعجبه من اخلاء ذاته. بل يصل الامر للخالق ان يسمح لانسان من ترابة ان يصفعه على وجهه. الاله يترك انسان يضربو على وشه. ويتفف وشه. يا خبراب يضي. عرفتم لماذا التجسد. عرفتم ليه انا ما ينفعش هني ناس بيؤمنوا بان الرب اتوال بينفعش اروح اقول لهم كل سنة. طيب بمين بشتموكوا لله? احتفل معاكم بشتموكوا لله? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى. وشتمن ابن ادم ولم يقول له ذلك. امش اما شتمو اياي بان قال لي ولا. التهنئة والاحتفال انت بتحتفل بميلاد اله مش بميلاد. عيسى عليه الصلاة والسلام بريء من كل هذا الكلام. عيسى بريء ومحدش يعرف ميلاده امتى? هم ما بيحتفلوش سؤال يا جماعة معلش. ناخد الاول معوض معوض. بصراحة وكن منصفا انت راجل صاحب ردود على النصارى وما الى ذلك? بصراحة كن منصفا. هتلوشك الجميل بقى. خلاص كفاية كتش. حبيب الغالي. هل النصارى يعتقدون بميلاد نبي الله عيسى فيحتفلون به? ام يحتفلون بميلاد اله? ولا يعرف عيسى اصلا. نعم. النصارى من طبعهم بيعادوا اي شيء واي مصطلحات اسلامية. فتقول له تعرف عيسى يقولك ولا عرفوا ولا عمري شفته. هم يؤمنوا بشخص اسمه ياسوع. نعم. ده لان النصارى. فلا يحتفلون اصلا بميلاد عيسى. اه. ايمانهم بميلاد ابن الاله. الاله لما هبت في دماغه وحب يكفر عن خطية ادم نزل مخجسة بشري. من العزراء مريم. واخد بالك انت. فهم بيؤمنوا بميلاد ابن الرب او الرب عندهم. ابن الله. المتجسد. الاله المتجسد. هو ده ايمانهم. يبقى محدش يقول لي ده بيانهنيهم بميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام. ثم ان الاناجيل نفسها ما اتكلمتش على ميلاد المسيح في البرد. اللي هو في شهر اتناشر. خمسة وعشرين ديسمبر ده. عزي البرد. في عندنا حاجة اسمها المربعانية في بلاد اه بلاد بيت المقدس والاردن ولبنان. الشام الشام بصفة عنها. بلاد الشام. بلاد الشام بيسموها اربعين يوم اه موت بيسموها المربعانية. بيكون فيها برد وبيكون فيها الثلوج متر ومترين وثلاثة. فازاي الرعاة المتبدين هيرعوا الغنم في اسناء ميلاد المسيح في الوقت البرد القارس ده. شوف انا انا قعد شايف? شايف? هاي. تيجي تقول لي يا كستكلموا برعو الغنام? نعم. طيب اخونا احمد الشامي. هل النصارى يحتفلون الان بميلاد النبي ام يحتفلون بميلاد الاله؟ لا طبعا هم بيحتفلوا بميلاد الاله المتجسد. فانا لما اقول له واحد ان انت كل سنة انت طيب انا كده بشرك في هذا الشرك والعياذ بالله. استيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان صريح وقال فمن اراد ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي يمنيته وهو يشهد ان لا اله الا الله وان يؤدي الى الناس ما يحب ان يؤدونه الي. في صحيح مسلم يعني انت تعامل الناس احسن معامل. تعاملهم زي ما انت حبيبهم يعملوك. اما انك انت تخونوا انك انت تهنئوا بحاجة هتوديه للنار. ده بمثابة خيانة ربنا سبحانه وتعالى ومثابة خيانة ليه. بس اسمح لي للشخص نفسه. بس اسمح لي يا اخونا الكريم. انا سجلت ورا حضرتك عن البابا شنودة تمن عبارات. الرجل بيقول معين الكل صار له ضعف الطفل. انا افهم ان معين الكل ده ربنا. وهو كان مكسوف بس يقول الله يعني. وبيقول خالق هيرودوس هرب منه رودوس. خالق هيرودوس واضح جدا انه ربنا. ربنا هرب ببساطة يعني. والعياذ بالله. بيقول المنازة عن كل ضعف. احتمل ضعف البشر وانام وضع. برضو العبارة واضحة. ووسط برضو راعي الرعاة. ده ربنا. وقال الذي ملأ السماواته الارض. ده ربنا. وقال السيد الرب كان محتقرا مخذولا وتقبل الاهانات. وقال الذي تجسو امامه كل ركبة. ده ربنا. وقال الخالق سمح للانسان ان يبسق على وجهه. فيا جماعة التجسد هو ان الحاجات دي بتحصل لربنا لان الجسم بقى بتاعه. فانت اسأل نفسك انت ازاي تسمح لنفسك انك تؤمن بمجمع ضعف كله ينسب لربنا. وعاوزني انا اجي اهنيك باليوم اللي ربنا اكتسب فيه مجمع الضعف والعياذ بالله انه بقى عنده جسد. لا طبعا انا من باب النصيحة بقولك هذا اليوم يوم اسأت فيه الى الله. فتوب الى الله من ذلك. مش ان انا اهنيك واشد على ايدك. اما انا بخدعك. اتفضل لك. انا عايز اصدمك شوية. انت سمعت كده كم مقولة لشنودة اتصدمت فيها. في الخالق طيب. مين اللي خلق مريم? المفروض الاله. ايه خلقها وبعدين قعد على رجلها. ايه? ايه والله يا العظيم? اه ده كلامي? ده كلام مين? اه لا ماشي ماشي خلينا ناخد كتاب الايقونات انا كنت اجيب لك ماشي اشاهد تاني بس خلاص ماشي الايقونات بسم الله ده كتاب اسمه بسم الله الرحمن الرحيم. حلو ان انت موضح يا معوض. كتاب الايقونات القبطية في التاريخ والادب والطقوس. هاتلي كده الشاهد بقى يا معوض? انا عايز اجيبه كمان للناس هنا على الا ايوة بس. عشان انا برض هعرض عندي بجودة اعلى. اه وعندك انت الناس برضو شايفة ايه الموضوع. بصوا يا اخوة يا كارم. ده كتاب الايقونات القبطية في التاريخ الادب والنقص. يحنى نسيم يوسف. سلسلة كراسات قبطية. الدار والكتاب مكتب الاسكندر. الدار والكتاب دار مسيحية مش اسلامية. يقول ايه? يجي كده? يقول. اما غير ذلك فان لوق الانجيلي كان مع طبعه مسوغا بالالوان لما تحقق ذلك منه سيدتهم العذراء. اه قلت يا لوقة تصورني في لوح حتى تبقى وجهي الى نعم يا سيدتي ان امضي الى صورة خشب واتي الى اه بيقول كده يعني ان العذراء بتقول له ايه? فقلت له العذراء صورني وانا جالسة وابن الحبيب في حضني وثدي في فيه المجيد. فمضى لوقة وصنع كما امرأة وقت في حضنها طفل يرضع ثم ان العذراء لما نظرت للصورة تغير لونها ودمعت عينها الى السماء ثم بسطت يدها الى ابنها. الى ابنها. وقالت يا ابن الحبيب اسألك باسمك القدوس بالنعمة التي كانت عليه وانت في حضني وثدي في فمك الطاهر ان تكون على مثال هذه التي في الصورة. طيب اما دي النقطة الاولى. النقطة التانية. هلت لكده الشاهد التانية اخونا معوض? ايوا بربو عليك. الشاهد التانية اخوة لاحد اكابر العلماء عندهم واسمه ليه ليه موسوعة كاملة. اسمه الانبا غرغرجس. يقول في كتابة دراسات التاريخية الجزء الاول موسوعة الانبا غرغرجس الصفحة تلتمية وخمسين يقول تصوروا. اخونا احمد الشامي. شوف الكلام اللي تقال بيتقال ايه بقى? تصوروا مالك السماوات والارض جالس على ركبتي العذراء. الاله خالق السماوات والارض. جالس على ركبتي العذراء. تفكروا بفكركم مجدانيا وعاطفيا ايه كرامة نالتها العذراء مريم. الجزء اللي تحت. ورب السماء والارض جعل نفسه خاضعا لمريم. نسأل الله العافية. نسأل الله. لماذا التجسد نقيصة? لماذا التهنئة بميلاد هذا الاله نقيصة? بسبب كده? والله المستعين. والله المستعين. انت عندك ميوتي يا اخونا مع وقت. اخونا عمر. الناس دي لو عندها ربع عقل. الناس دي لو عندها ربع عقل. ما قالت على الها كده. الناس دي لو قصدين يهينوا اله هم. مش هي يعني حد بتديهم فلوس. على الشيء يهينوا اله هم مش هيهينوا اله هم زي ما هم بيهينوا في الاوصاف دي. الله المستعين. اخونا عمر. اتفضل معاك سامرز محمد. حبيبي هل هل النصارى الان بيحتفلوا ويهنوا بعض بميلاد آآ نبي الله عيسى ام بميلاد اله. الفضل. نبي الله عيسى? النصارى بيحتفلوا بنبي اسمه عيسى? لا نبي الله عيسى او اسم عيسى ده ده اسم ألفه شخص مرسل او شخص نبي كاذب. الشخص ده اتى من قجل فقط بس ان هو يشوش على كسط الفداء والخلاص بالمسيح. ده بسبب عاقدتهم يعني عشان ناس تفهمه. ده لسان المسيحي. ده لسان المسيحي. ما انا بكلمك دلوقتي انا كمسيحي سوابك. ده بتقول لي المسيحي اصلا الكلام ده بتواجه موجهه مين? للمسلم اللي بيحتفل معاهم. المسلم اللي بيروح يهنين. لا ده اعتقاد المسيحي. المسيحي ما عرفش مين هو عيسى. انت الوقت لو نزلت منشور وقلت لهم ان انا بيعنيكم بمولة سيدنا عيسى. هم نفسهما يقول لك من هو عيسى. هيشتموني. هيشتموني. النصرة دلوقتي هم بيحتفر دلوقتي بمولة مين? يعني عرفنا طبعا ان ياسوع وتعرفنا على ياسوع حسب الكتاب المقدس ان هو اببثك في وجهه وان هو كان مجرد طفل طبعا رضيح زغير زليل طفل كان يأكل ويشرب ويحتاج زيه زي اي طفل وكان يتبرز على نفسه ويتبول وخلافه. هل الحاجات دي تنسب للنسوط فقط? لا الحياة دي ما تنسبش النسوط فقط للحياة دي تنسب الى الله خالق الكون. فانا لما اروح النهاردة وقول له كل عام منتطيب. انا كده بوافقه ولا انا الوقتي ببارك له دلوقتي على ايه? على ان هو نسب ايه لله عز وجل? طب تعالا نشوف هنا ده كتاب ارزوكسياتي تراث وعقيدة وحياة. ده كتابة ده هو مش كتاب نحنا ولا حاجة ده الكمس متى مرجان يعني دي اسم الزهر ده. دي صفحة خمسة وتلاتين هنا ده. بص بيقول هنا كلام جميل اول. بيقول لك وحيثوا ان الكلمة هو الاكنوم الواحد في المسيح. الكلمة عندهم ده اللي هو اكنوم ده اللي هو اكنوم الكلامة اللي هو الله عندهم. فاعتقدهم الكلمة يعني المتابع يعني بارك الله فيكم. الواحد في المسيح. فانا قالك كل الافعال والاقوال التي فعلها ربهم يعني ربنا ياسوع المسيح او قالها. تنسب الى الكلمة. يعني كل ما فعله بالجسد ينسب ايضا للكلمة اللي هو لهوت نفسه. حتى تلك الاقوال او الافعال التي تخص الجسد. لانه جسده الخاص. جسد جسد الكلمة اللي هو جسد الله الخاص. يعني انا لما راح اهني دلوقتي كالرجل مسلمة هن النصراني بهني ان الله عز وجل معاذ الله يعني انه ليه جسد خاص. فيقال مثلا ان الكلمة تألم في جسده الخاص. يعني الله هنا تألم. لان كل الافعال والاقوال تنسب ايضا الى الله اللي هو الكلمة. مع انه غير قابل للالم بحسب طبيعته الالهية. وانه مات. يعني تخيل ان انا بروحه النهاردة بقول له اه كل عموان تطيب بمرض الرب. الرب اللي فيما بعد مات. لان جسده الخاص قط مات على الصليب مع ان الكلمة بالطبيعة اللي هي الازالية غير قابلة للموت. ودي هنا ضيف لك هنا هو هنا يعني دي حتة في في القداسة الالهي. بيقول لك امين 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 بموتك يا رب نباشر. نعم. عارفين انا شغلتها الزكريا غطرس كزا مرة للاخر. نعم. دي حتة كده اللي هي بالنسبة للقداسة. فهو اه المسلم يعني والله بس يا اخواني يعني انا كنت حاجة باطفت بس النقطة بس لك يا سيد محمد بارك الله فيه. انا كمسيح سابق والله لما كان يجي لي واحد مسلم وكان يجي يقول كل عام وانت طيب. او كان يجي يهنيني. انا من جواه كنت بقول المسلم ده انت شخص منافق. بينه بالنفس. الشخص ده شخص منافق انت بتنافق دينك. الشخص ده مش صريح معايا. عارف انا لو يعني لو وقت عيد او كده ايام المسيحية. وكان عد علي مسلم لكان لبارك لكان صبع عليها وقع عليها السلام بس. كنت سابني ومشي انا كنت مرتاح له. كنت بحيث ان انسان هو صريح انسان هو واضح. فانت ما عليش والله انت بتكون اللي بيهنيني للشخص المسيح ده. والله انت في نظره بتكون حد قليل. انت مبتكبرش في نظره ولا حاجة. اصي في ناس واخدها ليه بالصحبية او الجيرة او كده. انت بتخالف دينك انت بتتشبه بيه. انت مبترورة تحتفل معاك. تتشبه بيه وقعت هنا في كارثة كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ومسلم البخاري. انت شبه بقومه فهو منهم. فالامر والله كبير يعني الامر مصيبة والله مصيبة. انت بتوعى عن نفسك فيها. انت بتخالف فيها دينك وتخالف فيها يعني وصال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت والله مش هيرضو عنك لانك الله عز وجل قلعه في القرآن الكريم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى ان تتبع من لتهم. والله ما يرضو عنك. انا وانا مسيحي والله ما كنت ما بكونش ارضى على اي مسلم لو ولع لصوابه وانا اقول عشرة شامل. انت شخص بتجدف على الرب الرب اللي هاتولد لسه يعني هاتولد. هو هاتولد عند الكاسوليك يعني من خمس ايام لكن هاتولدهم هم لسه بعد سبعة ايام. الرب اللي هاتولد ده اللي انت بتهنيه با با يوم مولده وديت وكده. انت يا حضرتك كمسلم تبتنكر انت يسأل انت الايمان ده فانت في نظرة مش مؤمن ولا حقن. والله يعني فولله نسأل الله اللهم الى ده يا سيد محمد. لكن صديق الاخ المسلم حضرتك هم بيؤمنوش بحاجة اسمها عيسى ما بيؤمنوش بحد اسم عيسى فانت حضرتك لو انت واخد الموضوع انك انت بتعتفل او انك انت بتهنيه بمولد سيدنا عيسى لا اوه حضرتك هو ده مكوين هو بيعتفل يا بدم لمولد الرب او مولد ابن الرب اللي هو نتب الرب وانسأل الموضوع ذلك يا أخونا أستاذ محمد نصيف أخونا الكريم أستاذ عمر بن الإسلام جزاك الله خير انت يا أخي الكريم كنت بتنقل الكلام القديس افناسيوس ولا كلام مين الله يا عزة اه لا الكلام ده كان كلام الكمس متى مرجان كان كنيسة السيدة العزراء في مغارق لا افتح لا يكون شاهد هات الصورة تانية يا عمر لا يكون شاهد فضل فضل حمد سواني عايز المربع تاني بقول له ايوه يجيب الشاهد لعله يكون نقل كلام قبل للأباء واحنا مش واخدين بالنا اه انا انا لقيت لقيت كلام شبيه لأثاناسيوس الرسول في كتابه تجسد الكلمة أثاناسيوس الرسول يا جماعة عندهم زي مثلا الإمام الشافعي عندنا زي البخاري حاجة كبيرة جيد زي امام مرحل بن حنبل بيقول له انه لم يكن لائقا بكلمة الله وهو الحياة ان يوقع الموت على جسده الخاص بنفسه جسد كلمة الله جسمه جسمه كذلك لم يكن لائقا ان يهرب من الموت الذي يوقعه الآخرون به بل بالحري أن يتعقبه حتى يقضي عليه فإن المخلص لم يأتي لكي يتمم موته هو بل موت البشر لذلك لم يضع جسده ليموت جسد المخلص لأن الرب كان مهتما بصفة خاصة بقيامة الجسد الذي كان مزمعا أن يتممها وبيكمل لقد أتى الموت إلى جسده جسد الرب فواضح ان الكلمة عندهم ما بتشكلش مشكلة يعني خالص خليني بس اقول حاجة كمان أخيرة يا أخي كريم لأن الكلمة مؤثرة جدا ان ربنا عنده جسم دي كارسة يعني هو انت بتفرحني لما بتقول ده مش ربنا لمد جسمه يا فرحتي هو كمان عنده جسم يعني أنا كنت زعلان لما انت بتقول أمين 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 بموتك يا رب نبشر دي توقع الواحد على ظاهره على طول فلما قعدت معك فجئت تشرح قلت لي أنا لما بقول ربنا مات أقصد ان جسمه هو كمان عنده جسم هو انت لم تنفي ان الله مات انت منافتش ان العبارة صحيحة انت منافتش عبارة صلب ورب المجد انت منافتش انت مقلتش اللي يقول ربنا تروأ على الصليب والعياذ بالله غلطان انت كل اللي بتقوله ان الاله اللي تروأ على الصليب كان عنده جسم يتروأ بيه يا فرحتي خليني بس أقول حاجة أخيرة الفرق ما بين ياتور وعيسى يا جماعة هو الكلمة في الترجمة بتاعتها كلمة إيسوس باليوناني حرف إيتا وحرف يوتا الحرفين دول من حروف الكسر حروف الكسر لو انت هتترجم من اللغات السامية إلى اللغة اليونانية أو العكس ما بتعرفش الترجم مثلا حرف العين فمثلا كلمة شمعي في العهد القديم لما ترجمت ترجمت حرف من حروف الكسر اللي هو الإيتا أو اليوتا عيسو لما ترجمت من العبري لليوناني ترجمت حرف من حروف الكسر لو انت هتكتب عمر هتكتبها باليوناني حرف من حروف الضم اللي هو الأوميغا أو الأوميكرون أو اليوبسيلون أو حتى للإنجليزي هتكتبها أمر فلو انت ترجمت كلمة عيسى لليوناني عين مكسورة انت بترجم الحركة حركة الكسر حرف فحرف الإيتا فانت حرف الإيتا لما تجي ترجمه من اليوناني للعربي مش هيترجم هيترجم عين مكسورة فالترجمة الصحيحة مش يسوع الترجمة الصحيحة عيسو وبما ان الأرامي والعبري بينطق بالضام زي شلوم وإله هيبقى بالعربي سلام وإله فهتبقى عيسو هتبقى عيسى فالترجمة الصحيحة هي عيسى وهما نفس الشخص تفضل يا حبي نعم حياك يا الله بقى انت مصدوم من الشيخ محمد سمير على فكرة ظني حياك يا الله يا اخونا محمد سمير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما فيش شعر يا معود ما فيش شعر يا غوية بحط قولينا انا بحبكم بعدد شعر راتي الله يرفع قدرك يا رب اه منورين والله في البث المبارك ده طبعا انا ابو ادم قاعد في الكهف بتاعه انا عارف الكهف ده انا دخلت الكهف ده وعاديها ازرق اهوة كريسمس دي ولا ايه اه بنحتفل معاهم والله اه لزيز محمد نصيف حبيبي والله انت وحشني بس مش عارف انت اه ما تشوفش وحش ما تشوفش زكريا بقلص اعوذ بالله طيح انا بقولك ما تشوفش بتاعكمينها بايه اه اخبركم ايه يعني الله يبارك فيك طيب خلينا نكمل الموضوع يا حج في موضوع ميلاد رباب طيب اتفضلوا انا دخل معاه بس كده استئناسا يعني اه لا انا هرجعلك انت لسؤال مش متابع الشيخ محمد يتابع الشباب اه هرجعلك لسؤال سؤال الحلقة يعني اخونا احمد الشامي قال من ضمن الحاجات ذكر شوية اشياء وبعدين ذكر كلام اسناسيوس انا ظني يا اخونا احمد ان انت قرأت السياق او الاقتباس بتاع اسناسيوس غلط لان عقيدة اسناسيوس مش هتقول ان اللي تعذب جسد الرب لا ده خالق السماوات والارض فانا ظني ان اللي انت قرؤوا ده هو نوع من جزء من الكلام الاصلي انا هقول لك العقيدة بتاعت اسناسيوس ايه اه من اخونا معاوض يلا معاوض يعرض كده الشاهدين اللي انا بعتهم لك بص الاقتباس الاول الاول بالتانية معاوض الاول الاول لا الاول العذراء كل حين بص يا اخونا احمد العذراء كل حين للقديس جيروم احنا لما بنقول خرج الهكم من فرج امرأة بيزعلوا ازاي تقول كده كان معايا مسيح نصراني مبارح في حوار لما جبت له الشاهد ده قلت له ان الرب بتاعك خرج خلق الفرج وخرج منه قال لي ايوه خلق فرج المرأة وخرج منه بيقول القديس جيروم في صفحة تمانية وعشرين من كتاب العذراء كل حين يقول فكم بالحري نزول الله وده اقرار منه على فكرة كان بيرد على احد الهراطق بيقول كم بالحري نزول الله عندهم ليولد طفلا من بطن امرأة عن طريق جهازها التناسلي تجسد نقيسا بعد كده جزء المظلة البحمر يقول لا نؤمن بحلول الله في بطن العذراء في حس احنا ما بنؤمنش كده بس لا بل ونؤمن بكل صور الاطضاع واخلاء الذات التي مارسها الرب بالجسد مثل مقوسه في الراحم تسعة عشر شذور ونموه في البطن قليلا قليلا ثم الولادة والدم والمزود الخشن وصراخ الطفل والختام في اليوم التابع اننا لا نخجل من ذلك كله مين اللي طلع من الفرج ياخونا ومين اللي اتعلق على الصريب تحت بيقول لك خالص فنحن نؤمن ان الله ولد من عذراء لاننا نقرأ ذلك في الانجيل عرفت بيتكلم على ايه ما بيفصلش بين الناسوت واللهوت ما فيش فصل في العقيدة ما هو يحل فيه كل ملء اللاهوت جسدية مش هيقدر يفصل طيب الشاهد التانية معاوض على طول يارك عشان نصدم الاخوة بسرعة بسرعة مين ده الانبا بشوي متراندوميات وخفر الشيخ يقول ايوه هاتلي بقى في كتابه المسيح المسيح مشتهى الاجيال صفحة ستمية ستة وتلاتين يقول اضطراب اه ركز كده ياخونا على احمد والاخوة اضطراب الطبيعة لاجل ايه خالقها معلش ما قالش لاجل الناسوت معدي مش العقيدة العقيدة عندهم ان اللي اتصال بالخالق اللي خرج من فرج المرأة الخالق اللي اتولد الخالق ما بيؤمنوش ان ده جسد اتولد كده عادي لا بعد كده المظلة البخدر لقد ارتبكت الخليق واتطربت وكأنها قد اكشعرت من القساوة التي عمل بها الاله الله مش الجسد الاله بس الاله الذي تجسد ولهذا فقد تزلزلت الارض والجبال وتشققت الصخور لان دقة المسامير افزعتها وغضبت الطبيعة مما فعله الخلاء الخطاء بخالق الطبيعة طب ده بيتكلم عن ناسوت ولا اصلت ده كلام في ناسوت ويقول لك الطبيعة آآ غضبت من اجل ما فعله الخطاء في الخالق لكن الخالق مغضبش يعني الخالقة الخالقة الكون زعل والاله مزعلش والله المستعم ايه رأيك اخونا احمد في الكلام ده احمد يا شامي غضب يا فرحتي كمان عنده جسم تصلب به الله المستعد طيب التجسد الكلمة انت قرأتوا كله أثانسوس الرسول قناقتوا كله ولا يعني خدت منه الشاهد فقط مقتطفات يعني مقتطفات طيب انا بقولك اقرأ التجسد كله كتاب كله ستجد مش بمزاجه هتلاقي أثانسوس بيقول اتصلا بالخالق وانا ما قرأتوش الحق يقال بس انا بقولك هتلاقيه بيقول اتصلا بالخالق اللي اتصلا بالخالق طيب استنى كده انا قدامي كشف الشبهات باشا لحمل سليمان ارحب 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 حياة الله يكون الحبيب اللي مش عارف اخواننا ازاي يعمل اعجاب بالفيديو بس كبس على الشاشة عند وش كده حط ايدك ورفع تاني حط ايدك ورفع تاني حالله الحبيب السلام السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام وعلى حوالي وحشة رهيبة حياك الله يا اخونا يا سيد احمد حياك الله يا حبيب حياك الله يا سيد احمد الشام كيف حالك بس انا محمد سامير الاخ محمد سامير موجود ولا معنا على السمع معنا على السمع لا معنا على السمع فينو وارد عليك ولا اي حاجة محمد نصيف كيف حالك حبيبي احمد افندي محمد سامير ده ليه حق عرب عندي وانا باعتزله على العام اوت عشان انت انت بتسبب عليه ولا اي اهو انا اهو انا جيت اهو جاي مكرم معترفا بذنبي انت بتسبب عليه عشان ما اكلمش ما اهو انا في اكتر من كده قدام الناس اهو انا انا ما عاسبتش اللي حصى على الخاص وانا ما نصدرش بينما بقولكوا ايه طيب خلينا عشان البث منقول على الفيسبوك لن انت عارف انى ان انا ما بايعتبش يعنيني يعني يا عادي ências في حاجة في صدري والله انت حبيبي يا ابو سلوjat مل ما بش حاجة والله محمد نصيف ما ايه انت ارداءات الحلوى ده ورا الى قردة بص يا اخونا احمد هعرض لك حاجة حالا. اه المشكلة. طب اخونا معوض خد كده. انا حالا وانا. معلش يا استاذ محمد بس هقطعك بس خمسشار ثانية. ايه طب اتفضل احمد تقريبا ننزل والله. لا والله انا كنت عايزة تشاهدكم والله يا اخوة بس يعني وشهد جماعين متابعين والله خير شي حديد. اه بالنسبة للا استاذ احمد وكده استاذ احمد سليمان يعني يشهد الله اني واحب هذا الرجل في الله. احمد. يشهد الله انه واحبك كل هذا استاذ احمد. برك الله فيك. احمد يا احمد. وانا اتحبي يا عمر يعني. ايوة اتحبي. مسبسب وجميل. اخونا اخونا افتح لي كده الرابط اللي انا بعته لك ده. اصلا انا مصمم اصدم احمد الشامي في الحلقة دي انت فاكر ايه? وبرضو الاساناسيوس. بص كده اخونا احمد? لا احاول تخلي الشاشة مستطيلة شوية معاوض عشان كتابة بات. اه هو كان انت كنت قارع عندك في الكتاب انه الصلب بالجسد بس يا اخونا احمد الشامي صح? اخونا احمد. هو ناس الصلب الجسد الرب في المقطع ده. اه طب خد بقى انا هجيب لك وهو بيعترف الرب بالضبط. كتاب اقوال اباء الكنيسة الارثوزوكسية اقوال البابا اثاناسيوس الرسولي لنصلب معه عمليا. بص بيقول ايه? يقول الرسول اه تكبر يا كبر يا معاوض. معاوض تكبر الخط وخلي الشاشة نفسها مستطيلة. شاشة نافذة جوجل يا معاوض. خلي نافذة جوجل مليمين والشمال ايوة ديئة ايوة عليك. اطفي بقى الكاميرا خالص بقى. ايوة ديئة كمان ديئة كمان. امسك الزوايا ايوة. برافو عليك كبر بقى الخط. اه كنترول حرف الزائد. كنترول زائد. حلو ماشي ماشي مش مشكلة مش مشكلة. يقول كنتم معه اه اقامهم الامواد. كان الختان عهد الازام. اما ذكر الاغلف. لا انزل لي كمان. ايوة ايوة. من بعد التكوين. في عندك كلمة بالاخطر. تكوين سبعتشر اربعتشر الى هذه الدرجة. كانت اهمية الختان ان هناك ثابع عهد الرب والسر انه رمز التي فيها نصلب مع الرب. هيصلب مع مين? مش جسد الرب بقى هو الرب. نصل يصلبه مع الرب. فبدون المعملية لا نعيد نرجع تلقى. اذ فيها نصلب مع الرب. فهو يعتقد بصلب الرب. فقط بصلب الرب. مش جسد الرب. فترة. هو مين قال ان هما ما بعتقدوش انه انه الرب صلد. اصلا لو الرب لما يصلب فكان خطيئة ما تشاريتش اصلا يبقى. ده ده صميم عقيدتهم ان الرب يكون صلد. حسنت. فإن لم يكن المسيح عندهم قد قام من الاموات فباطلا كرازاتهم وباطلا ايضا ايمانهم. يقول لك الرب النص يقول الرب افتداني بدمي. بموتك يا رب نبشر. حسنت. ده صميم عقدتهم. مين قال غير كده. لا ده احنا كنا بنتكلم على اسناز يوس. فضل. فضل. فضل اخونا. الفكرة. اصلاح لي اخونا الحبيب. اه 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 احاول حاجة بس يا خلال. اه استاذ احمد ابعد يزن. الفكرة هل الرب هل الرب كان يقدر يشيل خطيئة بدون الصلب. انا كنت لحد وقت قريب كنت اعتقد ان دي حتمية التجسد. وان ما فيش طريقة تانية غير كده. لحد ما اريت من اقوال الاباء. اه اريناوس بيقول ان الرب كان عنده طرق اخرى لازالة الخطيئة. قال لأ امال فين بقى? قال كده. قال الرب كان يملك طرق اخرى لازالة الخطيئة. طب هو الرب اختار بقى الطريقة المهينة. يبقى ما فيش حاجة اسمها حتمية التجسد بقى. ما تقولش حتمية. مدام فيه طرق تانية يبقى مش حتمية. ما تقوليش انا حتمان اخده الطريق ده ما فيش غيره. ليه ما انت عندك طرق تانية. هو ده الموضوع اللي انا كنت هتكلم فيه ان احنا لازم نتكلم فيه موضوع حتمية التجسد. ليه? لان الانسان الفطرته وضميره يموت لدرجة انه مش فارق معاه كلمة بموتك يا رب صلب الرب دم الرب نصلب مع الرب الرب تهان الرب بسق في وجهه وهكذا يتم التصريح لا يمكن شخص فطرته وضميره يقبل هذا الا لو يعني فيه حاجة كبيرة عنده خلته تقبل هذا الشيء السيء جدا. الا وهو السبب في حتمية التجسد. وبنان الرئيس اللي يجب ان احنا نركز عليه. نقطة الانطلاق. طب ايه رأيك في سبب الفداء بقى? يقول لك عشان قدم كلم الشجرة. خبرة. ده الشجرة ده ده الشجرة دي كانت مشكلة. كارسة الشجرة دي. لا ثم عايز اقول لك حاجة. خلينا ناخد الموضوع يا محمد بشيء من المنطقية. خلينا يا جماعة نتكلم مع ناس بس نتكلمهم بعقلانية بحتة. ايهما اعظم? الخالق ام صنيعته? خلينا نقول في معوض. انت يا معوض. انت ايهما اعظم? ابنك ولا حاجة انت صنعتها بيدك? ابنك. اكيد. ابنك اعظم يعني انا انا راجل بتجرف بصنع مثلا الفخار مثلا. هل ابني اعظم عندي ولو قدر ولا الفخار اللي انا بصنعه? اكيد ابني. فانا خليت ابني يفدي صنيعتي. ازاي يعني بقاني منطق ابنك يفدي ايهما اعظم عند الاب? سؤال واضح للمسيحيين. قولي. الخليقة ام يسوع المسيح? اذا قل لك ان الخليقة اعظم من المسيح عليه السلام وحاشاه? يبقى انت كده يعني خليت البشر اعلى من المقام الالوهي. لو قل لك لا اكيد الاله اعظم او اللي هو يسوع المسيح بصفة الاله المتجاسد اعظم من البشر? يبقى انت ازاي الغالي يفدي الرخيص? ازاي الغالي? يفدي زمان ايام البلتوك اا افريكو لكنه اعرفين يعني. كان يقولك يعني انا افدي ابني او عشان افدي اتنين كيلو طماطم بابني? يعني اجيب بحاجة ملهاش قيمة مقارنة بابني وفديها ده كلام ضد المنطق بتاتا ثم المسيح لم يتكلم عن هذا الأمر ولا موسى تكلم عليه السلام ولا جميع الأنبياء تكلموا عن هذا الأمر منين اخترعوا الكلام ده منين اخترعوا الكلام ده الكلام ده فكر وسني بحث ظهر فيه ما بعد ولبسوه للمسيحية تلبيس جابوا المسيحية وحطوا لها الوسانية المسيح قال نصوص كتير فيما معناه ان الصلب ملوش لازمة قال ان الأعمال اللي انا جبتها خاص انا اكملتها قبل الصلب قال كل الكلام ده مدام اكمل أعمالهم والصلب ده ايه ده اوفر تايم مثلا يعني شغل اضافي مثلا فاصدقائنا المسيحين لو فكروا بعقلانية في هذا الامر فعلا هيجدوا ان الامر لا يتوافق مع العقل ولا حتى مع الناقل ما اكتبه معلش لو طولت عليكم شباب انا متسهنة انت بتقصد نانا ولا انت بيعزم علينا بيعزم علينا دي تكبيس بيعزم علي بيقول لهم تكبسو طب معلش انت شرح برده يعني تكبيس بس عشان انا جديد في الحاجات دي لا ما بص في عداد فوق بيعدي طول ما احنا الشباب بتكبس البس بيعلم يعني نقعد نضرب على وشك كده كتير انقر على الشاشة خلص مني القديم الجديد حالله حبيبنا شيخ علي طب خلاص يلا جماعة نكبس كلنا مع بعض يا جماعة في وش انا كنتم انت بتعملها بتطلب وقت مستقطع يا خونة الكريم لا لا انا بعملت لها يعني تكبيس والله انا فهمتها يعني ايه ما اتطولش مسلا انا مش عارف وبيعمل كده ايه خلص بزرعة بعمل الحركة دي ده فهم اخلص بزرعة طيب معوض انا بعتت لك رابط كمان على اليوم السابع كان اخونا قبل ما ابدأ اخونا احمد الشامي كنت عندك مدخلة اذا امكن في دقيقة ان شاء الله اتفضل احساس عقلانية الفداء دوت هو لما قال له موتا تموت الموت ده كان حادث ولا مرض ولا عقوبة يعني لو اكلت من الشجرة هتمرض بمرض اسمه موت مرض الموت او لو اكلت من الشجرة هيقع عليك حادث زي لما تقول لواحد لو مشيت من الشارع ده الكلاب هتعضت لو هو مرض او حادث فلا فداء في الامراض والحوادث وارجو من المستمع الكريم انه ما استغربش لان في مسيحيين بيتعاملوا مع الخطيئة على انها مرض وعلى انها حادث وقع لآدم فلو هو مرض او حادث ان الغلط يتعاقب يتعاقب ابنك مثلا مذاكرش فانت بتحرمه من المصروف عشان خاطر تهذبه وتصلحه وعشان لا تسوي بينه وبينه اخوه اللي هو ذاكر طيب العدل ان الادم ادم لو غلط يتعاقب ليه احنا عندنا العقوبات نعينا جماعة عقوبات تعويضية وعقوبات تهذيبية فلو افترضنا جدلا ان حسام حسن كسر السيارة بتاعتك وحكمت علي المحكمة بعشر تلاف جنيه غرامة واستجن ست شهور ابراهيم حسن بالرغم من انه هو اخذا صورة حسام حسن تماما الا انه يستطيع انه يفديه في العشر تلاف غرامة لكن لا يستطيع انه يفديه في ست شهور ليه لان العشر تلاف غرامة دول هدفهم التعويض هدفهم انه يعوضوك لكن الست شهور هدفهم التهذيب والاصلاح وبناء عليه لا فداء في الامراض ولا فداء في الحوادث ولا فداء في الا في العقوبات التعويضية فقط اما العقوبات اللي هدفها التهذيب والاصلاح فلا فداء فيها هل يعقل انك انت لما تقول الولد لو ما ذكرتش هحرمك من المصروف ممتو تقولك احرمنا من المصروف مكانه عشان هي بتحبه يبقى الهدف ان اي حد يعاقب هو الهدف ان انا اهذب الولد واصلحه فياجب انه هو اللي يذوق العقاب المسيحية بتقدم طرح اقبح من كده بقى كمان المسيحية بتقول ان الاب عشان بيحب الولد قال له انا هحرم نفسي من المصروف مكانك هل هذا يعقل المسيحية بقى بتقدم طرح اغرب من كده بمستوى ثالث كمان بتقول ان انا هحول نفسي المصروف وامنع نفسي من اعطاء نفسي المصروف لان المسيحية بتقول ان الطلب الكفارة هو الله واللي قبض الكفارة يعني قبلها هو الله والكفارة نفسها هي الله الله صلب الله عشان خاطر يرضي الله فهل لما ادم قيل له موتا تموت كانت العقوبة دي تعويضية يعني ربنا خسر خسائر والعياذ بالله او تألم فاحنا بنعوض المجني عليه مش ممكن وبالتالي لم يبقى الا ان تكون عقوبة تأديبية اصلاحية فانا شايف وطالما هي عقوبة تأديبية اصلاحية ما فيش فداء في العقوبات التأديبية وانا تفقد العقوبة هدفها فانا شايف ان المسيحية كلها قائمة على سؤال وهو ما الهدف من عقاب ادم هيقولك ان العدل غير تتعاقب يقول له ليه هيحولها للتهذيب والاصلاح او يحولها للتعويض او يسكت فيجب ان هو يحدد لماذا صولي بقى اسف لماذا استاذ احمد معلشا لو يعني تكميلا لكلام حضرتك انا فضل الحر لما جيت فوقت قريب مش بعيد عتى اقرأ الكتاب المقدس تاني بس يعني الواحد كل ما بيقرأ كتير كل ما الواحد ممكن يعني بيزهر له بعض الفوائد يعني فعتق بداية التكوين تاني هو دلوقتي من حط قعدة اللي هي اجرة الخطيئة الموت هل القعدة دي مثلا وضعها الرب لآدم قبل ما يخطأ يعني قال له يوم ان تأكل منها موتا تموت وعشان اكفر دوت فلازم انا اتسجسد واصطب يعني مين حط الكفارة يعني انت داتي لو روحت للمحكمة القاضي عنده قضية انت لو عملت كده فده سجنها كده ولو عملت كده عقوبتها كده وده كده تدفع غرامة قد كده اللي انا انتشرك من هزي الجريمة يعني دلوقتي يوم انتأكل منها موتا تموت ماشي انا مشيت معاكم ما؟ طب انا عايز اصحيك خلاص تازل اموت نفسي هو ايه؟ القعدة دي القانون ده حطته امتى حضرتك؟ يعني انت في الكنترات الاولاني ما تحطش ان حيبقى فيه مفر او فيه طريقة اخرج بيها دي ما تحطتش دي تحطت بعد الخطيئة دي يعني الكلام تحط بعد القانون الخروج او الخروج من العقاب اتحط بعد الخطيئة نفسه طب يبقى دوقتي خلاص طب حيقولك خلاص اوكي احنا موافقين احنا حطينا طريقة الخروج من العقاب بعد الخطيئة اوكي مين بقى مدام انت عندك الفرصة انك تضع طريقة الخروج من الخطيئة ليه اخترت الطريقة المهينة طب انت عندك طرق تانية يعني موضوع مش مسبق عشي طول والله اصلا انا مضطر والله اصلا انا قلت بل كده ولازم انزي بقى موت بقى غصبا عني بقى انا قلت كلمة وهو غلط لا هو غلط الاول وانت دلوقتي عندك براح في التفكير انك تزا تطلع من المشكلة دي ليه انت حطيت القانون المهين حط قانون تاني بدلا ما اجرت الخطيئة الموت ولا لازم يكون كفارة غير محدودة القانون اللي وضعوه بعد الخطيئة لا اقول والله الكفارة ان يتوب الى الله الكفارة انه يتبح خروفين الكفارة انه ما اعملش كده تاني ما انت خلاص دلوقتي احنا بنحط دلوقتي طريقة الخروج بعد الخطيئة نفسها مش قابل قابل مفيش اتحدى اي مسيح يجبلي قبل الوقوع ادم من الخطيئة ان ان اله هم وضع كيفية الخروج من الخطيئة لو ادم اخطأ ولا كلمة ما تحطش ولا كلمة اللي تقال يوم ان تأكل منها موتا انت موت ده اللي تقال لو انتو بتقولوا يوم ان تأكل منها موتا انت موت هل مقصود بيموت جسدي ولا موت روحي وادم حسب عقدتهم مات فعلا بعد ان اكمل الخطيئة مات موت جسدي ومات موت روحي بدليل ان هو فعلا بتقول ان الوقوع في الخطيئة موت روحي فهو وقع يبقى اللي قاله الله حصل اللي قاله حصل انت فيما بعد اخترعت طريقة عشان تسامح ادم طب حط طريقة ديك بمقامك وبجلالك كالله لهم طريقة المهينة والله معيش ان اختم بنقطة اخيرة معيش اخد اكتر من ديك الواحد لما بيبص الكون يا اخي معوض الكون كبير جدا ده الكرة الارضية دي حاجة نقطة في بحر في المجرة والمجرة مجرات واكوان وعلم حاجة كبيرة اوي تخيل انت الكائن الصغير اوي اوي في خلق الله اللي هو الانسان هو الله عايز ينزل ويف دي عايز يشوف يشوف حجمه قد ايه الكون يعني الواحد الله اللي خالد جميع الاكوان دي اولا الكون ده العظيم دوت والمتسع جدا واللي احنا مش عارفين نجيب اوله من اخره وا 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 نزل بقى للكوكب الصغير اوي اللي اسمه نزل المجرة بتاعتنا والمجرة بتاعتنا نزل مش عارف ايه للمجموعة الشمسية ونزل الارض وراحة ولد في بيت لحم اللي هو ازاي انا مش صحة حاجة اللي ما تدخلش العقل ابدا يعني معايش استوين على محمد نصيف احنا سامحنا حاجة محمد عبيب يا ابو احمد طيب خلينا في الميلاد في مسألة في نقطة مسألة الميلاد يعني ازيدك من الشاعر بيت في نفس النقطة اخونا عمر بن اسلام عازين نسمعك نسمع مع تعليقك اخونا محمد سامير انا ما اسألتكش السؤال معلش بقى السؤال هاسأله لك طيب بعد ما خلص النقطة بي بقولي ان مسألة التجسد نفسه يعني تخيل الاله لم يجد شيء ليغفر به للبشرية الا بعدما يتجسد يخرج من فرج امرأة ويتجسد طفل صغير وبعد كده يموت عنه فقدرت البشرية ان تقتل خالقها ده عقل ده فكر سليم اخونا محمد سامير قالت تجسد نقص ام كمال وما الدليل تجسد الله في انسان يعني انت معانا ولا روحت فيه؟ شكل مبتعت انت عندك ميوت عمل ميوت لو ما ما لو ما تعرفش موضوع الميوت شكل مبتعت طيب عمر ابن الاسلام عندك مدخلة؟ مبتعت عليكم السلام عليكم السلام هو عمتا يعني مسائل الالهيات والكتاب المقدس والكلام ده انا مليش فيها يعني انتوا عارفين الكلام ده يعني بعيد عنه لكن على العموم اذا كنت بعيد عنه طبعا التجسد هذا نقص وليس كمال لان صفات الكمال تقتضي الترفع عن كل صفة من صفات النقص وبلا شك اذا تجسد الاله في جسد انسان فبالضرورة انه سيبرد، سيعطش، سيجوع، سيحتاج الى الخلاء وهذا كله دلالة على النقص احسنت صحيح احسنت معيشة صحية كنت مرة او مناظرة مش فاكر مع واحد مسيحي كان عادي التجسد انا عارف ان هو حيقول لي كل حاجة بقى ايه المسيح ما يعرفش مش عايف يقول ليعلم متى القيامة حاولي عشان المتجسد عشان متجسد دخل حمام عشان متجسد انا عارف ان جيه جملة حتى تقالي طول المناظرة يعني فانا قلت احرق اهلو من الاول كنت له هل استجسد اعلى من قدر الله ولا انقص من قدره هو كان اله مية مية يعلم كل شيء يعلم ما هو كائر وما هو سيكون و اله قدير عليم خبير كل الصفات الحلوة فيه كان زال فل بعد بقى ما تجسد صفاته بقى تعالى ايه تعالى لا ما يعرفش حتى ما هو بعد خروج التين ليه ما هو لك مش متجسد اذا الجسد كان نقم عليه بقى لا ده بقى ينضرب ويجوع وينام الله يبقى ان الجسد بقى نقم عليه بقى يعني مسألة انك تسأله هل التجسد صفة نقص ولا صفة كمال غصبا عنه لازم يجاوب انها صفة نقص وإلا تقول لي ايهما اعظم الذي كان لا يجوع ولا الذي يجوع ما هو بعد التجسد بقى بيجوع الذي لا يعيزه شيء ولا يدخل للخلاء ولا اللي كان مضطر يخش الخلاء ولو ما دخلش ممكن يجيره امراض ويموت ويعملوا مش عايف ايه ام اذا الجسد اداله نقيصة الجسد ده نقيصة يعني ده ده شيء يراه الحاضر والبعيد وكل الناس وإلا وصفونا انتم حال الاله بتاعكم يبدو لي يا اخ الكريم انه هو وصل لمرحلة اسوأ من المرحلة دي الله يحفظك يعني احنا كلنا متفقين انه هو في النهاية هيقولك ايوه التجسد نقيصة لكنه رضي بهذه النقيصة والاتضاع من اجل انت بتعلل مثل هذه النتيجة هل هذه النتيجة ممكن لها مبرر في الدنيا كلها يعني الغريب انه هو قابل هذا النقص هو المسيحي ضربة او ضربتين ثم يسلم لك بانه نقص لان الكلام واضح جدا انا سجلت وراء اخونا محمد 11 جملة نسب فيها النقاص الى الله في باب التجسد 11 جملة في جلسة واحدة ازبر ازبر حظيمك اكتر ايدي الحاجة اللي خلتك كبني ادم عائل تبلع ان ينفع ربنا يبقى نائص والعياذ بالله عشانها ازاي ادروا يحرفوا عقلك وقلبك للدرجة اللي يبلعوك حاجة زي كده هو ده الامر الغريب يعني اصبر هزديما كتر. هزديما كتر. فضل. اني انا صدمت فعلا لما عرفت ان اه ان ارناوس وطبع انتم عارفين ارناوس تراجب من القدماء يعني. قال صراحة ان الاله كان عنده طرق اخرى لان يرفع الخطير. قال لا انا كنت ما كنت اتوقع ابدا ولو سمعت الكلام ده من واحد مسيحي بتوع اليومين دولار تقول لك ده مش في مسيحي. طيب انتم بقى مضيئين علينا الواسع ليه? انتم مضيئين علينا الواسع ليه? ما تعيت الدنيا واسعة اهي? مضيئينها ليه? لانه عنده طرق اخرى يبقى الطريقة الاسلامية هي انسب طريقة تحافظ على كمال الله بان كان توبة ادم هي مغفرة له بس. هو العبارة دي اخي الكريم دي انا ديما بقولها وكنت وانت حتى قلتها انه كان ممكن يكمل الجملة ويغيرها. انه بدل ما يقول موتا تموت كان ممكن يكملها. كان ممكن يقول اما اذا ندمت وتأسفت في قلبك ورجعت عن طرقك الشريرة فانه ليس موتا تموت وانما حياة تحيا والعبارة دي قيلت في حزقيال بوضوح تام وانه هو الانسان بيحيي نفسه العبارة دي قيلت ان من مات موتا يحيي نفسه بانه يرجع عن طرقه الشريرة. وكمان العقل والعدل والرحمة والمحبة توجب هذا ان العادل الحكيم لا يعاقب الا لهدف. وبناء عليه يجب ان لا يؤبد العقوبة حتى لو تحقق هدفها فيجب انه يقيدها بمرحلة معينة. وان لا يصبح بعاقب لمجرد ان يستمتع بالعقاب. ففعلا الفداء مش حتمية. انت اللي انت بتقوله ده حزقيال 18 فاذا رجع الشرير عن جميع الخطاياه التي طيب. انا قلت لك هصدمك اقدر. اه معيشة. طواني يا احمد عشان اخلص الجملة دي. اخلص الجملة دي وهقفل باف في الفيسبوك بقى. طيب لا انا اعطه بحاجة بمعاوة بس اللي انا السورة اللي بعتلك اه اه احضرها بس. احضر السورة معاوة. الربط اللي انا بعته لك يا معاوة اعرضه بقى. كل واحد عمليه بعته معاوة. اصدرك عندي. ايوة. اخونا احمد الشامي خلينا اصدمك. دلوقتي هم يعتقدون ان المسيح بص شير كلمة يسوع حط مكانها الله. دي كده حاجة قعدة اساسية. تمام تمام. كبر الشاشة عندك يا معاوة. بص كده بص يا اخوة انزل لحد اية تلاتة مش هينفع مش هينفع كبر الشاشة عشان اللي على الجسد. كبر انت عندك انت شاشة كنتا. مش هينفع عشان الجسد. لا خليه تمانية خليه تسعة التمانية وارجع عليه كنتا على صورة كنتا. زي ما هو كده معاوة على صورة كنتا ويعمل تكبير. وقف على اسم كنتا واختار تكبير. طيب عمت. ماشي ماشي ماشي. مكتوب ايه يا اخونا احمد? النص اللي في التفنية تلاتة وعشرين. ايوة رفو عليه. ما هو? شغاله هو. اللي في التفنية تلاتة وعشرين. واحد وعشرين عدد تلاتة وعشرين. يقول فلا تبت جثته على الخشبة بل تدفينه في ذلك اليوم لان المعلق ملعون من الله. فلا تنجس ارضك التي يعطيك الرب والله. المعلق ده يقصد مين? مين اللي ملعون من الله ده? مين? ده الرب الاول يا اخونا احمد الشيط. ده الاله بعمع عن شير يا سبحانه. ده الاله. النص بيقول المفسر بيقول وده تفسير اه انتونيو بيقول اذا كان يجب المعلق ملعون هو معلق بين السماع والارض فهو مرفض من كلامة فلا تنجس ارضك اذا كان يجب دفن المصلوب لو تفتكر من الشواهد بيقول ان الخالق اه تغيرت السماعة والارض بسبب صلب خالقها او اذا كان يجب دفن المصلوب حتى لا تتنجس الارض من المؤكد ان موسيقى كتب هذا بروح النبوة عن الرب عندهم الذي بدفنه حمل اللعنة والنجاسة. شفت ازاي? نحى والله والاقوات اينا بالله. طيب اسأل الله الكريم رب العرش العظيم عن يغفر عليه ولكن اللهم امين. بص ده ده كتاب محمد لواء ارناوس. بص ما كتوب تحت ايه هنا واحد. يقول لك لانه لم يكن قادرا على التكفير بذاته. ايه اعني الانساني. لم يكن قادرا على العودة بقواء بقواء ذاتية. رغم ان ارناوس يؤكد على ان الله كان بامكانه ان يستعمل طرق اخرى لخلاصه. طب ما حلوة هي? ما ينفع ما يعملها. يعني في طرق. ما يعملها. ليه اختار الطريقة المهينة? اللي تخلي تقول المعلق على الخشرة ملعود. فيه? في تكرار الصوت عندك يا معوط. لا لا يبقى في حد طلع في حد هكر عنده البس. في حد هكر البس. في حد احمد. هو احمد على طول كده عامل مشاكل. من ايام البلطق. من ايام لغلق قرآن. ايام البلطق وعمل مشاكل. كبس وكل ملبس. شارك بيجيب غيرك. هي. وهنيالك افعل الخير والسعب وحزن على الله تمنع بلوك كتير. يا عم. يا عم بي. طيب اسأل الله ان يبارك فيكم. انا هترككم في امان الله وفي رعاية الله وامنه. اسأل الله ان يبارك فيكم جميعا وان يدخلنا وياكم الجنة بلا حساب ولا عذاب ولا تنسونا من صالح دعائكم. غفر الله لنا ولكم. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم حبيبي. في رعاية اللو امنة حبيبي يا سلام الله. الختمة دي ات عايز اسمع ختمة الشعراء وبعدها تيري ري 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 ري. حديث الروح. حديث الروح. انا عاربك. ولا خليني على الختمة دي بلاش اقول كلام عشان ما لا 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 بلاش. 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 عليكم. سلام عليكم. عليكم. السلام عليكم. حلشتك علي. نحن ولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خير اسأل الله ان يبارك فيكم جميعا فرضا فرضا شخصا شخصا وان يحفظنا وياكم اللهم امين يا رب العالمين. في الختم اخواني اخواتي فلذات اكبادي لا تنسوني من صالح ذو عليكم غفر الله لنا وليكم. والله عايز يوصله كل جديد ويكون سعيد يعمل ما في هذا الفيديو. سلام الله يا اخواتي. ولا تنسونا من صالح ذو عليكم بالله عليكم يا اخواتي. السلام عليكم. قناة وصفحة محمد نصيف المحاور للرد على المنصرين المتطولين الفشلة. المتطولين على الاسلام مما يعتقدوهم. دي القناة الجديدة يا شباب بعد ما تقفلت القناة التانية بسبب ولاد دين المحبة. فدي فرصة جديدة عشان يوصلك كل جديد هيترفع على القناة الجديدة. تعمل اشتراك? لازم تعمل اشتراك? تعمل تفعيل الجرس للكل. كده هيوصلك كل جديد في قناة اليوتيوب. كذلك الصفحة بتعمل اعجبني. وبعد كده بتعمل مرة تانية اعجبني. بتختار الافتراضي. وبعد كده بتختار المحتوى قياسي. والفيديو كل الاشعارات. وفيديو البث المباشر كل الاشعارات. وبعد كده التحديث. كده الغالبية العظمى من الفيديوهات. هيوصلك اشعارات جديدة بها. دفعنا وبندفع للقناة القديمة دفعنا لها اكتر من الفين ونص دولار. وللأسف اتقفلت. فلمن اراد دعم القناة الجديدة. واعلانات القناة الجديدة ومتطلبات القناة الجديدة. لانها هندفع لها ايضا حملات اعلانية ممكن بالفين دولار. فمن اراد المساهمة في ذلك. ادي رابط البيبال. وادي رابط الباتريون. هنلاقيه هنا في رابط اضافية. لمن اراد دعم القناة ومتطلبات القناة في البيبال والباتريون. شارك الفيديو مع اصدقائك المهتمين. ولا تنسونا من صالح دعائكم. غفر الله لنا ولكم. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.